اشتركوا في القناة مجموعة من الذرات اللي تمنح الجزيء بأكمل خصائص مميزة تميزة عن غيره التصنيف هنا تصنف المركبات العضوية حسب المجميع الوظيفية إلى 1-الكان الجنرال فورميولا الصيغة العامة تبعها R-H بحيث أن R هو عبارة عن ذرة كربون ومرتبطة بهيدروجين الفنكشنال جروب أو المجموعة الوظيفية هي عبارة عن رابطة أحادية بين الكربونة والكربونة أمثلة الإيثان C-C وهنا H3 هذا مركب الإيثان النوع الثاني الكين الجنرال فورميولا تبعها R-CH C-H-2 طبعا لحظوا هنا الدبل بوند إذن المجموعة الوظيفية هي عبارة عن الدبل بوند اللي بين كربون وكربون يعني أي مركب فيه الدبل بوند أصنف على أنه الكين ثالث شيء الكاين هذه الصيغة العامة هذه هي المجموعة الوظيفية عبارة عن رابطة ثلاثية وهذا مثال عليها الأسيتلين عندنا أيضا الألكايل هالايد واللي هي هاليدات الألكيل هذا صيغتها العامة R-X بحيث أن ال-X ممكن يكون فلور ولا كلور ولا بروم ولا يود من أمثلتها كلورو ميثان أيضا عندنا الكحلات وهذه صيغتها العامة R-OH المجموعة الوظيفية هي ال-OH من أمثلتها الميثانول طبعا الكحلات نستخدمها بكثرة في المعقمات والعطور عندنا أيضا ال-Ethers الصيغة العامة لها R-R وهنا بالمنتصف O طبعا ال-R هي عبارة عن مجاميع مكونة من ذرات كربون يعني إما أنها تكون مثلا CH3 C2H5 وهكذا إذن المجموعة الوظيفية في ال-Ether هو عبارة عن ذرة الأكسجين المنتصفة بين ذرتين كربون من الأمثل عليها ثنائي مثيل Ether طبعا ال-Etherات تستخدم بكثرة في التخدير عندنا ال-LDهيدات الصيغة العامة لها R-C-double-Bund-O-H والمجموعة الوظيفية هي C-double-Bund-O-H من أمثلتها Methanol و-Ethanol أو يسمى بال-Acythal-Dahid طبعا ال-Acythal-Dahid هي عبارة عن مادة مصرطنة تنتج نتيجة أكسدة الكحلات فمثلا الكحلات عندها مركب اسمه Ethanol وهو اللي يستخدم في تصنيع الخمور عندما يدخل للجسم تحدث له عملية أكسدة بعد ما تحدث له عملية أكسدة ينتج عندي ال-Acythal-Dahid اللي هو هنا عبارة عن ال-Dahid وهي عبارة عن مادة مصرطنة وعشان كده الكحول علاوة على حرمتها الشرعية إلا أنها أيضا مدمرة للجسم أيضا عندنا الكيتونات عبارة عن C-double-Bund-O-R-R إذن المجموعة الوظيفية C-double-Bund-O بالمنتصف و-R على اليمين و-R على اليسار من أمثلتها ال-Acythal-Tone اللي يستخدم في إزالة طلاء الأظافر الكربوكسيليك أسد الأحماض الكربوكسيلية الصيغة العامة R-C-double-Bund-O-O-H المجموعة الوظيفية C-double-Bund-O-O-H من أمثلتها عندنا هنا حمض الخل اللي نستخدمه في المخللات أيضا حمض الخل لإستخدام غير مباشر في مجال تحضير المواد المخدرة فعندنا مخدر الهروين لما يتم تحضيره ينتج معه نسبة بسيطة من حمض الخل فالكلاب البوليسية لما تجي تشمها تشم حمض الخل فتستنتج من وجود حمض الخل على وجود مخدرات الهروين عندنا أيضا الإسترات الصيغة العامة R-C-double-Bund-O-R المجموعة الوظيفية C-double-Bund-O-O-R هذه أيضا من أمثلة الإسترات تستخدم الإسترات كمنكهات مثل مثلا بسكوت الموز عصير التفاح أو عطور الفواكه آخر شي عندي الأمينات صيغة العامة R-N-H-2 المجموعة الوظيفية هي عبارة عن ذرة كربون مرتبطة مع N-H-2 وهذا مثال من أمثلتها Notations for Bond-Breaking and Bond-Making رموز عند كسر الرابطة أو تكوين الرابطة أول حاجة هنا يقول لك A Covalent Bond can be broken in either two ways يعني إحنا نقدر إننا نكسر الرابطة التساهمية بطريقتين الطريقة الأولى Homolytic Cleavage كسر متماثل زي ما أنتم شايفين هنا في رابطة تساهمية بين ذرة الكربون وبين ذرة A مثل ما حنا عارفين الرابطة التساهمية هي عبارة عن مشاركة إلكترونات الأي مشاركة بإلكترون والكربون مشاركة بإلكترون وكونوا رابطة تساهمية والهي Covalent Bond عند الكسر الكربون قالت للأي خذ إلكترونك واطلع برا وأنا رح أخذ إلكتروني وأنفصل عنك وفعلا تطلع عندي هنا الأي بالإلكترون تبعها والكربون أيضا بالإلكترون تبعها ويكونون لشي يسميه Free Radicals الشي يعني Free Radicals يعني شقوق حرة أو جذور حرة هذه الجذور تكون حاملة لإلكترون غير مرتبط يعني بهذه الطريقة إلكترون غير مرتبط النوع الثاني من أنواع كسر الرابطة التساهمية اللي هو Hydrolytic Cleavage يعني كسر غير متماثل بهذه الحالة رح يتهاوشون ذرات اللي كونت الرابطة على الإلكترونات فمثلا نجي للحالة الأولى في رابطة تساهمية بين الأي الأي ساهمت بذرة والكربون ساهم بذرة وكونوا رابطة تساهمية عندما حدث الانفصال اللي أي قالت للكربونة أنا أقوى منك فراح أخذ إلكتروني وبالإضافة إلى ذلك إلكترونيك ويلا يقعد بدون إلكتروني وفعلا الأي رح تاخذ إلكترون زيادة اللي هو إلكترون الكربون فراح تحمل شحنة سالبة لأن زاد عندها إلكترون زيادة أما بالنسبة للكربونة المسكينة فهي فقدت إلكترونها فأصبحت تحمل شحنة موجبة لأنها فاقدة لإلكترون من إلكترونياتها وبهذه الحالة نسميها كرباكاتيون دائما الكربونة عندما تحمل شحنة موجبة يعني هي مكونة ثلاث روابط أي أن كانت الروابط اللي هي مرتبطة فيها مجرد ما أنها تحمل شحنة موجبة نسميه كرباكاتيون النوع الثاني من أنواع الكسر الغير متجانس أيضا مثل ما قلنا في رابط التساهمية بين الأي والكربون كلوحدة مسامها بذرة أو بإلكترون الكربونة هنا هي أقوى من الأي فراح تقول للأي أنا رح أنفصل عنك وراح أخذ إلكترونيك بالإضافة إلى إلكتروني فتكتسب الكربونة إلكترون زيادة مو من حقها وتحمل شحنة سالبة أما بالنسبة لأي المسكينة فإلكترونتها راحت مع الكربونة فتعتبر فقدت إلكترون وتحولت إلى شحنة موجبة الكربونة في هذه الحالة اللي يحمل شحنة سالبة نسميه كرباانيون مثل ما أنتم ملاحظين كاتيون يعني شحنة موجبة آنيون يعني شحنة سالبة الـ Types of Organic Chemistry أنواع التفاعلات العضوية أول نوع من أنواع التفاعلات العضوية اللي هو Substitution Reactions واللي هي تفاعلات الاستبدال Based on the nature of substitutions involved يقول لك هنا أن هذه التفاعلات الاستبدال راح تنقسم إلى أقسام اعتماداً على طبيعة البدائل المشاركة أول نوع من أنواع تفاعلات الاستبدال Free Radical Substitution Reactions واللي هو تفاعل الاستبدال الجذور الحرة أو اللي هي Free Radicals بهذه الحالة زي ما أنتم شايفين هنا عندي مركب زي الميثان يتفاعل مع غاز الكلور غاز الكلور راح يتعرض لـ Heat or Light حرارة أو ضوء وراح ينقسم إلى جذور حرة بهذه الطريقة طبعاً هنا عارفين أن الـ Cl2 عبارة عن سيل مع سيل تعرض إلى حرارة فرح تنفصل هذه الرابطة بالتساوي وكل كلورة راح تأخذ إلكترونها فتكون لي شقوق حرة هذا الشق الحر راح يهجم على ذرة الكربون اللي موجودة هنا طبعاً لو أمثلها لكم بالفراغ هي عبارة عن سيل مرتبطة بأربع روابط H H هنا H هنا H هنا و H هنا فعندما تهجم ذرة الكلور أو Free Radicals على ذرة الكربون تقول لها أطردي وحدة من الهايدروجينات وأنا راح أعوضك لأني أنا جايك مو بس الحالي لا جايك معاي إلكتروني وفعلاً الكربون راح تطرد وحدة من الهايدروجينات وتحط بدالها SCL ويتكون عندي مركب CH3CL اللي هو ناتج عن عملية الاستبدال بالشقوق الحرة أو Free Radical النوع الثاني من أنواع الاستبدال الإلكتروفليك Substitution Reaction واللي هي تفاعلات الاستبدال الإلكتروفيلية المجميع الإلكتروفليك راح تعتبر أنها مجميع حاملة للشحنة الموجبة ومحتاجة لإلكترون فهي تحب الإلكترون ولذلك سميناها إلكتروفيلك مثل ما أنتم شايفين هنا هذه هنا حلقة بنزين تفاعلت مع إلكتروفيلك أو عامل إلكتروفيلي راح يطرد هنا ذرة الهايدروجين ويحل محلها ويكون عندي مركب جديد ناتج من عملية الاستبدال الإلكتروفيلي النكليوفيلي Substitution Reactions واللي هو تفاعل الاستبدال النكليوفيلي النكليوفيلي هو عكس الإلكتروفيلي هذا محب للنواة إذن راح يحمل شحنة سالبة ولذلك هو يحب النواة تعالوا نشوف الأمثلة زي ما أنتم شايفين هنا هذا نكليوفيل حامل للشحنة السالبة إيش يعني شحنة سالبة؟ يعني إلكترون للذرة وإلكترون آخر دخيل ولذلك تحمل شحنة سالبة طيب يعني النيكليوفيل عنده إلكترونين أو زوج إلكتروني يقدر يقدمه المين يقدر يقدمه الذرة السي هنا زي ما حنا شايفين وفعلا يهجم النيكليوفيل على ذرة الكربون اللي عندها شحنة موجبة جزيئية وراح يطرد البروم بره ويحل محل البروم زي ما حنا شايفين هنا والبروم المسكين راح يطلع بره ثاني نوع من أنواع التفاعلات العضوية الإليميشن رياكشن واللي هي تفاعلات الإزالة زي ما أنتم شايفين هنا عندي مركب هذا المركب عبارة عن هنا ذرة كربون تمام وهنا ذرة كربون كل وحدة فيهم مرتبطة بأربع روابط زي ما حنا شايفين هذه الرابطة الأولى هذه الرابطة الثانية هذه الرابطة الثالثة الكربون هنا نفس الشيء هذه الرابطة الأولى الثانية الثالثة وبينهم رابطة مشتركة رابعة عملية الحذف تحدث عندما يخرج البروم برفقة الهايدروجين ويغادران هذا المركب وقتها الكربونة الأولى كيف تعوض النقص والكربونة الثانية أيضا كيف تعوض النقص يعوضون النقص عن طريق أنهم راح يكونون بينهم رابطة ثنائية لتعويض الفقد الناتج من خروج مجموعة الـ HBR وفعلا تتكون عندي رابطة ثنائية زي ما حنا شايفين هنا الـ Addition Reactions تفاعلات الإضافة هي العكس تماما من تفاعلات الإليميشن عندي مركب راح تكون في رابطة ثنائية أو ثلاثية وتحدث له عملية إضافة زي ما حنا شايفين هنا الـ HBR كأنه ندم ويبغي يرجع للمركب وفعلا راح يهجم الـ HBR على هذا المركب وراح يكسر الرابطة الثنائية وتتكون رابط جديدة مع البروم والهايدروجين ناتجة عن تفاعل الـ Addition Reactions أيضا عندنا من أنواع التفاعلات العضوية الـ Oxidation والـ Reducation Reactions والتي هي تفاعلات الأكسدة والاختزال باختصار تفاعلات الأكسدة في الكيميا العضوية إما يحدث عنها Remove Hydrogen إزالة Hydrogen أو من اسمها Exida Addition Oxygen إضافة Oxygen إذن عملية الأكسدة في الكيميا العضوية إما يحدث عنها حذف Hydrogen أو إضافة Oxygen تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة هذا المركب الأول حدثت لعملية أكسدة فتم نزع منه اثنين Hydrogen زي ما حنا شايفين هنا Hydrogen من هنا Hydrogen من هنا فنتج عندي هذا المركب الناتج من عملية الأكسدة استمرت عملية الأكسدة ولكن هالمرة لن يحدث نزع أكسجين بل سوف يحدث إضافة أكسجين تنضاف الأكسجين هنا جنب الـ Hydrogen وتكون عندي هذا المركب الناتج عن إضافة أكسجين لكي تحدث عملية الأكسدة فهي محتاجة لـ Oxidating agent أو اللي هو عامل مؤكسد إيش وظيفة العامل المؤكسد؟ Is the chemical or the agent that does the oxidation إذن هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن كاشف كيميائي يقوم بعملية الأكسد عشان كده سمناه Oxidating agent عامل مؤكسد أما بالنسبة للـ Reducation في الكيمياء العضوية عملية الاختزال إما يحدث نتيجتها Addition of hydrogen إضافة للـ Hydrogen or remove oxygen أو حذف أكسجين إذن عشان أعمل عملية اختزال واحد أضيف هيدروجين تعتبر اختزال أو أحذف أكسجين إذن هنا رح تعتبر أيضا اختزال نشوف الأمثلة الآن هذا المثال حدثت لعملية اختزال عن طريق إضافة هيدروجين رجعت هيدروجين هنا وهيدروجين هنا وتكون عندي هذا المركب الناتج من إضافة الهيدروجين أيضا لو نشوف هنا هذا المثال عبارة عن مركب AR مع NO2 حدثت لعملية اختزال تم استبدال ذرة الأكسجين بذرة الهيدروجين إذن العملية التي حدثت هنا Addition of two hydrogen عملية إضافة اثنين هيدروجين وبالإضافة إلى ذلك مو بس إضافة هيدروجين لا أيضا تم نزع أكسجين Remove two oxygen برضو عملية الاختزال ما تحدث من كيفها هي محتاجة لمساعد فعندنا هنا ال reducing agent اللي هي العامل المختزل substance that does reducation هو العامل أو الكاشف أو المادة اللي تقوم بعملية الاختزال